ورحمة الله وبركاته سوف يتم منع التعامل مع هذا السنائي في قناة الزمالك كشفت قناة الزمالك عن قرار من اللجنة السلاسية والتي تدير نادي الزمالك بمنع التعامل مع بعض وقلاء اللاعبين وقناة الزمالك كشفت أن اللجنة قررت عدم التعامل مع بعض الوقلاء في المستقبل مثل يحي علي وأحمد يحي وخرجت اللجنة التي تدير الزمالك بالعديد من القرارات الأخيرة بمنع بعض الشخصيات من دخول النادي وإيقافهم عن العمل وكانت اللجنة قد استعملت مهام العمل داخل نادي الزمالك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة يذكر أن اللجنة السلاسية تدير نادي الزمالك عقب استقالة مجلس المستشار مرتضى منصور وتتكون اللجنة من اللواء حسن موسى حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي وهي دي اللجنة اللي جاية بتقول عايزين نلم الشامل وعايزين نفتح إدينا وعايزين نفتح أبواب النادي لكل أعضاء النادي اللي تفصلوا قبل كده ابتدت في تصفية حسابات للصالح مين اللي بيحصل ده مين له يد فيه قلنا كده يا وزير الشباب حسب ان الله نعمل وكيل فيك يا أخي ترجمة نانسي قنقر